انه كبيرهم الذي علمهم الفساد تهاجمه السفارة الامريكية في بغداد فيستشيطون غضبا دفاعا عنه معتبرينه رمزا دينيا لا يمكن المساس به المرشد الايراني علي خامنئ الذي يستحوذ على ثروة تقدر بمئتي مليار دولار بينما يرزح الشعب الايراني تحت وطأة الفقر والجوع هذا ما كشفه القائم باعمال السفير الامريكي جويهود في بغداد عبر تصريح له تناول الفساد في ايران الرد الغاضب على هذا التصريح لم يأتي من ايران بقدر ما اتى من احزاب وتيارات في العراق قادة كتل وزعماء ميليشيات بروا للدفاع عن خامنئ النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي اعتبر تصريح السفارة اساءة لما وصفها بالمرجعية الدينية داعيا الى وضع حد للاستهتار الامريكي بمن يتبع لهم زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم كان اسخن لهجة من سابقه وعبر عن رفضه القاطع لاي مساس وتطاول على مقام مرجعيته الممثلة بخامنئ مثل الحكيم زعيم ميليشيا بدر هادي العامري الذي اعلن عن رفضه الشديد لما بدر من السفارة الامريكية وتحدثها عن ثروة المرشد الايراني نسي هؤلاء المنتقدون اعواما طويلة من الجرائم الامريكية في العراق ولم يدفعهم ما كان من المفترض ان يسمى بالولاء للوطن الى انتقاد الدور الامريكي الذي دمر العراق وثبت اقدامهم في الحكم لكن المساس بزعيم نظام يهيمن على العراق وينهب ثرواته ويبث الخراب والدمار فيه اثار غضبهم باعتباره مرجعية وبالفعل هو مرجعية للمشروع المدمر للمنطقة العربية باسرها ردود بينت ارتهان المنظومة الحاكمة في بغداد للنظام الايراني في اوضح صورها واسوأ ما فيها انها كشفت عن مسؤولين يستميتون في الدفاع عن زعيم نظام دولة اخرى في حين لا تحركهم الغيرة على وطن مستباح اشتركوا في القناة